اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام طرحت سؤال قبل الفاصل وقلت هوا مين الصياد الحقيقي؟ الراجل ولا الست؟ وكالعادة حصل ما بين اختلاف بس زي ما كنت بقول لك هو في الاخر الراجل هو اللي بياخد الخطوة الفعلية وهو اللي بيروح يتقدم للست ويمكن بيكون بيقدم كمان بعض الامور المادية والمعنوية عشان يحظى بيها وهو علشان كده هو الصياد الحقيقي يعني ما استني ما هو قص قرار للارتباط وقرار للزواج وتحمل المسئلية بالنسبة للراجل مش بالثلاثة دي خالص بالعكس فهو عشان ياخد القرار ده ويروح فغالبا بيبقى وراء الموضوع ده صيادة مهيرة وبتوهمه هو بيصدق ان هو اللي اختارها دي حرفة قص السدة حرفة تقدر تقولي عليها صياد حريف يعني ماشي بعيدا عن صيادة مهيرة دي عشان انا هاعترض عليها دلوقتي خلينا دلوقتي في الصياد المهر الراجل هو اللي بيستود الراجل هو اللي بياخد الخطوة زي ما انت بتقول يعني الراجل هو اللي بيبدأ وبيحاول يعني هتلاقي مثلا راجل عايز يرتبط بوحدة وعايز ياخد خطوة انه يتجاوزة هتلاقي بيعمل حاجات كتير بيهتم بيها بيحاول يقرب للناس اللي هي بتحبهم اصحابها بيجيب هدية هو هو اللي بيستود بقى مش هي هو هو يعني انا معاكي بس هو بقى بيعمل كل الكلام ده بناء على ايه بناء على انا مش بتكلم برضو في العموم مفيش حاجة بنقولها بتبقى 100% ولكن غالبا بيبقى ورا الموضوع ده فيه هدف فيه واحدة يعني هي لخلته ييجي ممكن بقى بطرق كتير ممكن ب يعني خليني اقولك طيب انت بتشوفي دلوقتي الهدف من ده ايه الهدف من عملية الصد زي ما احنا سميناها الهدف منها ايه انت قلت انها حتى فيها حيلة وفيها الكلام ده كله بس حيلة مشروعة طالما في الاطار بتاعها المشروع يعني الصد مشروع هدفه ايه بقى الست خليني اقولك الست هدفها ايه الست هدفها مثلا بتبقى عايزة شريك حياة واضح وصريح هي عندها هدف واحد ومحدد عكس الراجل طبعا ما شاء الله عنده اهدف يعني الراجل بقى هتلاقيه زي ما انت بتقول بقى في الصيد هتلاقيه مش هيستطى سمكة واحد عايز سمكة اتنين وثلاثة لكن هي الست بتكدفي بشريك حياتها وتمام كده الحمد لله وهو ده ده طبيعي لكن الراجل مش كده خالص طب انا مش هرد عليك انا هخلي استيف هارفي بالدليل العلم استيف هارفي كعمال كتاب اسمه تصرفي كامرأة وفكري كرجل وكان بيتكلم فعلا في الكتاب انه الرجالة بتتعامل مع الستات زي صيد السبك وانا معاكي برضو انه هنا بيبقى فيه احتمالين انه يكون هو الراجل ده عايز يتسلى واحتمال انه يكون جد وعايزها فعلا شركة حياته بس ده بقى بتوقف على نقطة مهمة جدا جدا وهي شخصية المرأة يعني شخصية المرأة دي هي اللي ممكن تكون بتديله مساحة انه هو يبقى بيتسلى ولكن الصيادة المهيرة اللي انا قصودها دي دي ما بتديش مساحة اصلا انه هو يتسلى طب هقولك على الحقيقة انا معترضة تماما على كلمة صيادة مهيرة مفيش لا مش هنقول عليها صيادة مهيرة اللقب نفس طب بصي عشان انت ردك ده ممكن يزعل الستات مني عشان انا مش مقصودش بيها مساحة المرأة دي انا مقصودش بيها اي حاجة وحشة ولكن اوضح بقى اوضح لك يعني الراجل مثلا بيبتدي تشد جدا للست الزكية تمام على عكس ما كتير بيقولوا انه هو الراجل ممكن يخاف من ان الست تبقى زكية او عندها استقلالية في تفكيرها او كده لا الكلام ده مش صح تماما بالعكس احنا دايما بنرفض الاسلوب الخاطئ مش الصفة الايجابية تمام وده لو هي ذكية فهي بتبتدي تشتغل ان هي اصلا قردي عندها مقاومات تجذب الراجل لها تمام ولكن هي بتبتدي بقى تتعامل بشكل يعني عايز اقولك لو كانت مسلا العلاقة بينهم مش قوية او يجاعد ميلادها فهو ما لهاش حاجة مثلا هتلاقيها ما بتروحش وتقوله ايه انت ما قلتليش كلسان طيبة لا ممكن انت تبعدت تقوله ده انا كنت هبست اولا قلتلي كلسان طيبة وهكذا غير انها مثلا لما بتبقى عفوية وطريقة كلامها تبتدي هو يحس ان في حدود هي بتتعامل بعفوية مش متصنعة بس في حدود غير طبعا لما تبقى بشوشة بقى وكده ما هيقامت بتبتقي هو الراجل بياخد الست بشوشة وبعدين بيحولها لست نكة داية لا احنا دلوقتي لسه احنا لسه برحالة السيد يا عمل هو لما بيستادها بشوشة والله بيحولها لنكة داية بس خلينا في حده الصيادة المهيرة دي خلينا نقول عنها زكية الست الذكية بلاش الصيادة المهيرة لان انا الحد دلوقتي برضو مش مقتنع بصيادة المهيرة دي لا هو الراجل اللي بيستادها طب هقولك على حاجة اقوللي انت ايه اللي ممكن يخلي الست الذكية تفكر ان هي زي ما انت تقولي تشغل زكائها او تصطاده بمعنى اللي انا بقوله يعني ايه المقاومات اللي ممكن تبقى في الراجل تخلي الست الذكية يتفكر في ده حتى انا بشكل انا بكلم برضو في حاجة عشان تأكيد حاجات كويسة يعني ادم انت بالادلة بقى وكده خليني برضو اقولك بالادلة في موقع اسمه دي مار قال على ست مواصفات ان الستة دي لو متوفرة في اي راجل الستة هتنجذب ليه زي ايه بقى عارب هقولك هجشهم لك كلهم اول حاجة يعني مش مرتبطة بالشكل تماما مش لازم يكون بقى وثيم وشكله حلو قوي وكده اهم حاجة ان تكون روحه حلوة الستة بتحب جدا الراجل اللي يتكلم ويهزر معاه ويكون بشوش كده زي ما انتو بتقولهم الستة تكون بشوشة لا 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 اتنا كمان عايزين الراجل يكون بشوشة لا واضح تاني حاجة الستة بتحب الراجل التموح جدا ويكون بيكتهد عشان يحقق طموحه مش بس عنده طموح ومكتفي ان هو في حاجة عايز يعملها وقاعد لا بيتعب وبيكتهد عشان يوصل للطموح دي تالت حاجة يكون شجاع وبيحب المغامرات رابح حاجة يكون راجل صادق لما يوعد بحاجة ينفذ وعده عشان في رجالة كتير بتكذب وما بتنفذ وعدها واكتر حاجة استتتاب بتكرهها يا صفة الكدب استتبت فعلا بتحس جدا بالكدب لو الراجل اللي قدامها ده بيكذب بتاخد بالها وبتكره الحاجة دي جدا بتكره الصفة دي في الراجل خامس حاجة ودي مهمة برضه الراجل اللي بيقدر يتحكم في غضبه كلنا بنزعل وبنتعصب وبنغضب بس الراجل اللي بيتحكم في غضبه ده بيكذب الست جدا سادس حاجة بقى وديه الأخيرة ومهمة الراجل المضحي استتتا متحبش الراجل الأناني ومش شرط ده يكون معاها هي بس لا لو شافت ده حتى مع تعملاتهم في الناس اللي حواليهم هي كده هتحس بالأمان وهتبقى متطمنة ليه جدا واستتت يعني بطبيعتها رومانسية بس في اختيار شريكي الحياة بتبقى عقلانية يعني يعني هي هنا برضو معنى كلامك ده ان هي لما هتشوف بقى الحاجات دي بشخصو ما هي بتحاول ان هي مش هقولك تصطاد عشان ما تدايقش بس تحاول ان هي تتقرب بشكل ما مش هتفق معك قوي بس الحاجات دي بتلفت انتباهها بتبقى مخليها شايفة ان ده شريك حياة مناسب لو هو اخد الخطوة هتبدأ بقى تفقر وتقتنع ان ده راجل مناسب لكن مش هي اللي هتبدأ بالخطوة الاولى ليه عمرك ما اسمعتي عن بنت عملت اي قصة من اي نوع علشان تخلي الراجل ياخد بانه منها؟ والله يعني قليل قوي ما افتكرش فعلا ان انا سمعت لا 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 والله انا اللي دايما بسمعه وبشوفه في الناس اللي حوالينا فعلا الراجل الراجل فعلا هو اللي دايما بياخد الخطوة وتلاقيه يعني اكيد سمعت كتير ان راجل عمال يجري وراها وبيحاول ومسلا عايز يخطب البنت دي وهي رفضت وبيحاول تاني دي بنسمعه عن الرجالة كتير وموجودة في الستات برد انا ولا شفتش موجودة بس ما تبقاش بالظاهر زي الراجل لانه زي ما اتفقناه هو الراجل يعني او يعني صاحب الخطوة هو اللي لازم هياخد الخطوة في الاخر او فهي بقى اللي بتزقل الحتة دي بس في نهاية انت شايف ان دا حاجة مشروعة او لا بص هقولك لو الحاجة دي فيها او يعني قيم باحترم الاصول حاجة ليه علاقة بمبادئ مش او ما فيهاش تسلية ولعب و او ما فيهاش تصنع برضو او يعني او او ادام حاجة بحدود تبقى مشروعة الحاجة اللي بتبقى بقى خارج الحدود بعيدا عن المبادئ والتربية اللي احنا اتربينا عليها والاصول لا دي تبقى مش مشروعة مش مش مستحبة خالص يعني يبقى فيه حدود لكن زي المثال اللي انت كنت بتقوليه ده انت هنا بتقوليه حسيتك شوية بتهاجم الراجل اللي هو قاعد يحاول ورا البنت عشان هو عايزه خالص انا مش انت بحسيتين ان هي حاجة لا انت بفهمت غلط بالعكس انا مش بهاجم انا شايفة ان دي حاجة كويسة الراجل لو فعلا نيته خير ومش بيتسلى وعايز يرتبط بواحدة فعلا وعايز يتجوزها وشايف ان دي شركة حياة مناسبة وبيعمل مجهود وبيحاول يروح ويتقرب من الناس اللي حواليها حتى لو هي رفضته بيحاول مرة واثنين وثلاثة لا ده حاجة كويسة مش حاجة وحش خالص انا يعني اللي عايز اوصله لك ان الراجل هو الصيار يعني هي ممكن توافق بس علشان هو قاعد واصر رغم ان هي رفضته طب هي مقابلت شريم الاول طالما هو هو مع نفس الشخص لا ما هي اسباب بقى ان هي تقبل او ترفض دي بتيجي بقى بعد كده لما بتبقى شايفة الشخصية اللي قدامها يعني هي انت دلوقتي مش هتحكم على حد غير لما تتعهد وتتكلم وتعرف الشخصية طب هي هتعامل معايا بالضبط لكن الست مثلا لما تحس ان الراجل اللي معايا ده متمسك بيها قوي برضو دي بتفرق معايا يعني ممكن تبقى في حاجة هي مش واخدة بالها منها صفة كويسة فيه فلما تلاقيه متمسك بيها قوي كده تبدأ بقى تركز اكتر على الحاجات الايجابية تبدأ تفكر في الموضوع تاني تديله فرصة يعني موضوع والله انت مساعة بالموضوع انا مش مساعة بالموضوع بس انا بقولك الكلام ده من واقع يعني انا كنت بشوف في القصص مثلا انه البنت مثلا تعمل حكاية يعني تخلي حد مقرب للراجل ده مثلا انه هو يقول لها ده انا احلمت بيك انت وهي مثلا يقول له ده كانت بتقول عنك كلام كويس يعني ممكن بشكل غير مباشر خالص او حتى يقول عنها هي شخصيا كلام كويس هي بتحاول عارف ترميله طرف الخيط ما زين بقولك انا مش بقول هنا مقصدش برضو انا مش قصدي حاجة وحشة ولا قصدي ان هي مفيهاش المقاومات اللي تجذبه هو نفس الراجل ده لا هي موجودة بس ممكن يكون محصلش لينك ممكن يكون هو مش واخد باله بس هي خدت بالها ايوه فبتعمل كده وما تنكديش ده هو اوقات بيحصل بس هو الاغلبية والمتعرف يعني في المجتمع الشرقي واللي احنا بنشوفه دايما ان الراجل فعلا هو اللي بياخد دايما الخطوة او الراجل هو اللي بيعمل كده اكتر من الست يعني هتلاقي زي ما انت بتقول ان الست بتعمل كده بس بتبقى اقلية يعني بتبقى فيلم الداري مش اقلية لا مش بتبقى فيلم الداري اصلا قليل قوي ستات ما تعمل كده يعني فيه ست لأ هتلاقيها خايفة واحدة بتتكسف لا 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 مش كل الستات لا انا بص اي انا ما قلتش كل ولا اي حاجة اصلا في حلقاتنا كلها احنا بنتكلم في كل مفيش تعمين بس قليل النسبة دي انا شايفة ان هي قليلة جدا يعني الستات اللي بتعمل كده انا شايفة ان هي قليلة انت كتير جدا انت مش شايفة يعني انت كده مش شايفة ممكن او انت حابة ان انت دايما تنكري اي حاجة لا 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 انت عايز تجيب الموضوع على استاتات مع ان احنا بنتكلم في استات مشروع يعني مش حاجة غلط انت عايز تجيب مشروع بقى يبقى مشروع في حدود وقيم تمام لكن استات مثلا لو هتاخد خطوة لا هو الراجل اللي ياخد الخطوة ياخدها بطريقة برضو مشروعة مش الست طب ما شفتيش ستات هي اللي خدت الخطوة ده قليل بقى عشان معاك بس ما سمعتش كان في قصة لست ممتشر قرية هي اللي بتاخد الخطوة هي اللي راحت طلبت ايد جزهة بص انا سمعت مرة يعني قصة زي كده فعلا واحدة هي اللي تقدمت لجزهة يعني هي اللي راحت وكلمته وفعلا تتفتب وتجوزه بس الكلام ده يعني شوف مرة يعني من كام مرة انا اصلا مش عايز اوصل معاك ان ده اللي يحصل لا هو الراجل هو اللي اعمل كده بس انا عايز اوصل معاك ان الراجل القرار ده بالنسبة له انت مش متخيلة بالنسبة للراجل طعب يعني بتخدوب تندم عليه انت مش قلتي من شوية انه انت بتفكر في الحتة دي في مشاعرك اكتر رغم ان احنا في طبيقاتنا العكس الست انا بتفكر مشاعرك اكتر تمام فهي الفكرة في كده هو هي انت بتلعبي بقى على ايه الست هنا بتلعب على ايه على النهاية توصله ان هو خلاص ياخدوا القرار ده وما يشوفش بقى كل الحاجات اللي كانت موقفة بالزبط زكاء فضيع هي عارفة هي عايزة ايه وبنصدق يعني ان احنا اللي اختارنا بنرملكو الطعم طعم بالزبط يعني شوفت يا هو سيد طعم وشبك انت كل كلامك حتى معايا تقوليلي نرمي الشبك طعم بس مش دايما ورد يعني الراجل اللي بيستاد اكتر طب هقولك على حق الراجل في الصيد بقى يعني ولما بيجي اخد خطوة ويرتبط مش بيستاد سما كواحدة ده مرة واثنين وثلاثة بيحب يدق كل الانواع ايه ده ايه ده ايه ايه اه والله ما بيحصلش بيحصل بيحصل بس احنا بقى بنتكلم فانه يعني خلينا ف الحاجة المشروعة حاجة مشروعة بالضبط مش خلينا فى تحلينا فى المشروع دلوقتي طيح نرجع ونشوف المشروع ده بس نطلع فاصل تحلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا فاتنونه اشتركوا في القناة